للأسياق نشرتنا أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تتولي اهتمام خاصا بالصعيد مشددا على دعم عجلة الاستثمار بهدف توفير المزيد من المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد وفرص العمل لأبنائه وخلال اجتماعه بالرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أشار رئيس الوزراء إلى وجود المسؤولين على الأرض هناك يدفع نحو التعرف على الفرص المتاحة للاستثمار في محافظات الصعيد أضاف رئيس الوزراء أن تشجيع الاستثمار يفتح فرصا واعدة للاستفادة من مقومات كل محافظة وتشغيل أبنائها وتحسين جودة الحياة فيها